مدرسة بن القادي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعي بن الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة شرح متل بن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الواحد في ذاته لا قسيم له وهو الواحد في صفاته لا مثيل له وهو الواحد في أفعاله لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وصلاه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وغلوك لها المشركون صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه وجميع من آمن به ما بعد فنحن الآن على مشارف نهاية هذه الأبواب الفقهية من منظومة الإمام سيد عبد الواحد ابن عاشر عليه ورحمة الله تعالى وكنا توقفنا في اللقاء السابق في اللقاء الماضي عند سنة العمرة وذكرنا بأن العمرة كما على ذلك جمهور العلماء أنها سنة مؤكدة ولست واجبا وهناك من بعض أهل العلم من يقول بوجوبها كالحنابلة وذكرنا أن هذه العمرة لها أركان وأركانها ثلاثة أركان العمرة ثلاثة الإحرام والطواف والسعي وأفعالها كأفعال الحجي نعم إذن القول الناظم رحمه الله تعالى وسنة العمرة سنة العمرة هو يشير إلى هنا إلى سنيتها وأنها ليست واجبة وأنها سنة مؤكدة مرة في العمور وبعض العلماء يقول أنها واجبة على الإنسان مرة في العمور وسنة العمري ففعلها كما حج أي أفعال العمرة كأفعال الحج أن تفعل في العمرة ما تفعله في الحج وسنة العمرة ففعلها كما حج وما هنا زائدة كما هنا زائدة والأصل والأصل وسنة العمرة ففعلها كحج أي ففعلها كأفعال الحج لأن ما يتطلبه الحج من أفعال فأي كذلك تقريبا باستثناء الوقوف بعرفة والمبيت بميناء فإن الإحرام كما قلنا من أركان العمرة لا بد فيها من إحرام ولا بد ما يستلزم هذا الإحرام من غسلين ومن تنظفين ومن إزالة للأوساخ ومن نية وغير ذلك ومن لبس من تجرد من المخيط ومن المحيط فهذه يعني أفعال الحج كذلك إذن فأفعال العمرتي يا أفعال الحج وسنة العمرتي ففعلها كما حج أي كأفعال الحج زيد وفي التنعيم ندبا أحرما أي إذا عزمت على أداء مناسك العمر فلا بد يعني أن لا بد من الإحرام ويقول وندبا تحرم من التنعيم ونحن ذكرنا في اللقاء الماضي بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة مواقيت الحج والعمرة المواقيت المكانية مر معنا ذي الحليفة والجحفة ويلملم وذات عرق العراق وقر المنازل كل هذا مر معنا لكن الناظم رحمه الله تعالى ذكر تحديدا وخص بالذكر التنعيم ومر معنا في اللقاء الماضي بأن التنعيم هذا المكان يعني يسمى الآن المصطلح عليه بمسجد عائشة أو بعض العلماء يسميه ميقات الحيض ميقات الحيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص وأذن لعائشة رضي الله عنها لما باغتها دم الحيض وهي في الحج لما انتهت من أعمال الحج أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معها أخاها عبد الرحمن من أبي بكر فذهب بعائشة إلى التنعيم إلى هذا المكان المسمى الآن بمسجد عائشة فأحرمت هناك بالعمرة ثم الآن سبحان الله الآن يعني جماهير المسلمين اتخذوا هذا المسجد واتخذوا هذا التنعيم كميقات أصلي والأمر ليس كذلك هذا المقات شرعه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من باب رفع الحرج عن نساء هذه الأمة فأي امرأة ذهبت إلى الحج أو إلى العمرة ثم نزل عليها دم الحيض وهي يعني في مكة فإنها تمكث وتنتظر وإن كانت في الحج فإنها تفعل كل أفعال الحج إلا أنها لا تطوف بالبيت فإذا طهرت وأرادت أن تعتمر خرجت إلى التنعيم فتحرم من هناك أما ما يفعله الناس الآن يعني كل يوم يخرج من مكة ويحرم ثم يذهب إلى التنعيم فيأتي بعمر لأبيه ثغاد إلى جده بعد غاد لجاره هذا حقيقة يعني نحتاج فيه إلى إلى دليل صريح إلى دليل دليل صريح يعني يزكي يعني هذا يعني هذا العمل وإلا فالحاجة والمعتمر له أمران لا ثالثة لهما إن كان من الآفاقيين من أمثالنا يعني يعني يأتي إلى مكة من الآفاق بعيدة من المغرب من الشام من العراق من مصر فإحرامه يكون عند المواقف التي ذكرت معنا مواقف المكانية إن كان من المغرب فإما من ذي الحليفة أو من الطائرة أو الباخرة يعني ذي الجحفة وهكذا وإن كان من أهل العراق يعني ذات العرق وإن كان من يمن يحرم في يلملم وإن كان من أهل نجد الرياض اليمامة وما حولها يعني يحرم في قرن المنازل هذا بالنسبة للأفاقيين أما بالنسبة لمن يوجد داخل الميقات دون الميقات يعني داخل الميقات فهذا يحرم من دويرته يعني من مكانه من سكنه يحرم من سكنه ويذهب إلى مكة باستثناء أهل مكة سكان مكة سكان مكة مدينة مكة فيشرع لهم ويستحب لهم أن يخرجوا إلى التنعيم من أجل العمر الذي يسكن في مكة إذا أراد أن يعتمر يخرج إلى التنعيم وإذا أراد أن يحج يحرم من بيته فاحفظوا هذه المسائل هذه إذن وسنة العمرة ففعلها كما حج زيد وفي التنعيم ندبا أحرم أي يندب للمعتمر أن يحرم يعني في التنعيم أن يحرم في التنعيم يعني إذا كان في مكة يخرج إلى التنعيم ويحرم ويدخل إلى مكة على قول النظم وإلا كما قلنا فالراجح غير ذلك نعم وإذا سعي كحلقا وقصرا تحل منها هذه لها ارتباط بالشطر الأول أي إذا انتهيت من أفعال العمرة طاف المعتمر وسعاب صفا والمروى فإنه يحلق أو يقصر لأن هنا قال فحلقا وقصرا وهذا لا يمكن يعني أن يجمع المعتمر بين الحلق وبين القصر وإنما المقصود أو للتخيير فحلقا أو قصرا إذا قلنا فحلقا وقصرا يعني كيف يجمع بين الحلق وبين التقصير والفقهاء قالوا إذا كان متمتعا يعني دخل بعمرة الحج فإنه إذا تحلل من العمرة الأولى له أن يقصر يترك الحلقة إلى الحج فإن كان فقط معتمرا لا يحج لم يكن في حج ولا يحج بعد العمرة فالأولى له أن أن يحلق لأن الحلقة أولى وأفضل من القصر وفي كل الخير فحلقا وقصرا أي بهذا يتحلل المعتمر إذا طاف وسعى بالصفة والمروى فإنه بعد ذلك يحلق أو يقصر وبذلك يتحلل من عمرته وينتهن سكوه نعم وإن تسعيك أحرقا وقصرا أحل منها والطواف كثرا تحل منها أي من العمرة بهذا تتحلل من العمرة والطواف كثرا أي أكثر من الطواف حول البيت وخاصة للأفاقيين الذين يأتون بعيدا يسكنون يعني في أفاق الأرض ولا يتأتى لهم هذا يعني في كثير من الأحيان فما دام قد الله سبحانه وتعالى استفاك أو اجتباك ويسرى لك هذه الرحلة فأكثر من الطواف حول البيت وطبعا هذا يعني ما لم تؤدي هذه الكثرة إلى مضايقة الناس وإلى إلحاق الأذى بنفسك أو بغيرك نعم ما دمت في مكة ورعى الحرمة لجانب البيت وزيد في الخدمة ما دمت في مكة ورعى الحرمة لجانب البيت وزيد في الخدمة أي يا أيها الحاجة ويا أيها المعتمر ويا أيها الزائر ما دمت في مكة ورعى الحرمة يعني اعلم علم اليقين أن مكة تشرفها الله عند الله بمكان وأنها معظمة عند الله لعظمة البيت الذي يوجد فيها فلذلك ينبغي للحاج أو المعتمر أن يعظم حرمة الله أن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى أن يعظم جانب البيت لأن سبحانه وتعالى ينقل عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه لما انتقل في آخر حياته إلى الطائف وفي آخر حياته رضي الله عنه وعن أبيه رحل إلى الطائف وبقي هناك لا أن توفي هناك هناك مسجد له معروف باسمه مسجد بن عباس وهناك قبره معروف أنا وقفت عليه فلما قيل له يا بن عباس أتترك جوار البيت وتترك الصلاة في البيت والصلاة فيه بمئة ألف صلاة وتذهب إلى الطائف قال كذلك الوزر يا بن أخي أي إذا كانت الطاعة مضاعفة بهذه الأبعاث صلاة واحدة فريضة واحدة بمئة ألف صلاة فيما سواه من مساجد لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيضا في مطة الإمام مالك يقول عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام المسجد الحرام بمئة ألف صلاة قال إذا كانت الصلاة الواحدة بمئة ألف صلاة فكذلك الذنب إذا أذنب العبد فيه يعني في مكة فإن الذنب يضاعف ليس الذنب في مكة كذنب في غيرها من الأماكن القاعدة المعروفة عند العلماء أن الذنب يعني حسب الشخص وحسب الزمان وحسب المكان المعصية فالمعصية كلها منقوتة يبغضها الله يحرم على المسلم أن يقترفها لكن أن يقترفها في رمضان أعظم من أن يقترفها في غير رمضان أن يعصي الله في محرم أعظم من أن يعصيه في غيره هذا من ناحية الزمانية من ناحية المكانية يعني هذا الذي يعصي الله عز وجل مثلا في مراكش ولا في بانجلاديش ولا في أمريكا ولا في أي مكان على وجه الأرض المعصية هناك ليست كمعصية في بلد الله الحرام ولذلك برك الله فيكم نجد فيما يتعلق بكتابة الحسنات والسيئات أن الإنسان لا يكتب له ولا عليه شيء إلا إذا تكلم أو إذا نطق أو فعل إذا نطق يعني بكلام فإما لك أو عليك إذا نقطع بهذا الكلام وإذا فعلت فهذا الفعل لك أو عليك إما تثاب عليه أو العياذ بالله يعني يواخذ الإنسان عليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتد يعني بعد التلفظ لكن ما يدور من حديث النفس وما يسمى بالخواطر داخل النفس هذه داخل في دائلة العفو الله سبحانه وتعالى لا يحسب الإنسان على ما حدث به نفسه لا وإنما ما نطق به وما فعله إلا في موطن واحد كما ذكر أهل العلم إلا في الحرم في مكة فإن الإنسان مجرد أن ينوي الشر والعياذ بالله بمجرد أن ينوي الإذاية إقاع الإذاية بالحرام أو إقاع الإذاية يعني بالطائفين وبالركع وبالسجود بضيوف الرحمن بمجرد أن يختر في باله أنه يتسبب بأي إذاية يكون عرضة لصخط الله ومقته وغضبه والعياذ بالله وهذا ما تشير إليه الآية من كلام الله سبحانه وتعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ومن يرد مجرد الإرادة ومن يرد فيه والضمير العائد على الحرم لنسياق الكلام على الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم أي يتعرض لمقت الله وغضبه بمجرد أن ينوي أن يفعل شيئا في الحرم يبغضه الله أو يتسبب فيه يعني بإذاية الناس وبإذاية الحرم إذا نشوف يعني مكانة الحرم ثم العمل أو المعصية يعني بالنسبة للشخص تختلف من شخص لآخر فمعصية العام الجاهل بالحكم ليس كمعصية العالم الفقه الذي يعرف الحكم هذه معصية وتلك معصية لكن هذه المعصية دون هذه فهذا عصى الله عز وجل عن جهل ولم يعني يعرف الحكم الشرعي فزلت قدمه ولكن هذا عن علم عصى الله عن معرفة بالله عز وجل أراد غير الله سبحانه وتعالى فالأمر يختلف إذن ما دمت في مكة ورعى الحرمة أي راعي لا بد أن تراعي حرمة حرمة الحرم حرمة المكان الذي أنت فيه سيد لجانب البيت وزيد في الخدمة أي ورعى الحرمة لجانب البيت لجناب البيت لمكانة البيت لعظمة البيت وزيد في الخدمة أي لا تنشغل بأي شيء وأنت في ذلك الجوار الكريم أنت أيها الحاجة وأيها المعتمر في رحلة عمرية في رحلة العمر يصل الله لك هذه الرحلة وقد حرم الناس منها بالملايين من البشر ملايين من البشر يتمنون أن يكونوا مكانك في تلك الرحلة وقد يصل الله لك في هذه الرحلة إياك أن تشغل نفسك هناك بالقيل والقال إياك والرفث والفسوق فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما يقال في الحج يقال في العمر إياك يعني والخوض بالجدال والكلام إياك والانشغال بالهاتف هذه الهواتف التي أصبحت نسأل الله لنا ولكم العافية تفسد على كثير من الناس عباداتهم وطاعاتهم فتجد الإنسان وهو في الطواف وهو منشغل بالهاتف يجري اتصالات ويخبر عن عدد الأشوات التي قطعها والتي بقيت له وأحوال السكن في الفندق وغير ذلك من الأمور التي لا ترفعه عند الله وزيد في الخدمة أي زيد فيما يقربك إلى الله من الطاعة من بذل الصداقات من قيام الليل وزيد في الخدمة زيد وزيد وزيد في الخدمة وزيد في الصفة أي من هذه الخدمة ملازمة الصفة أي ملازمة صلاة الجماعة إياك أن تفوت على نفسك صلاة الجماعة فليحذر إخواننا وأخواتنا من المعتمرين والمعتمرات ما يقع للكثيرين لا أقول استثناء بل تكاد تكون قاعدة ينشغلون بالأسواق وبالتسوق وبالشراء وبالسعي بين الأسواق التي تنتشر على أبواب الحرم فلا يلتحق فأحيانا بالصلاة إلا وهو مسبوق بل وقد لا يصلي إلا وهو في آخر لا أقول في آخر المسجد ولا أقول في آخر السحاب في آخر الشارع من كيلومتر ويزيد ما الذي منعه ما الذي أخره الانشغال بالأسواق هو رب الكعبة الانشغال بالأسواق والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث الذي رواه الإمام مسلم لا يزال أقوام يتقدمون حتى يقدمهم الله ولا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله فأنت قطعت هذه المسافة الطويلة لتمنع عن بيت الله عز وجل بسبب هذه الأسواق التي يكفيك منها فقط ساعتين في تلك الرحلة فتشتري ما تريد ساعتين فقط إذن من هذه الخدمة التي ذكر النظم رحمه الله تعالى واذكرنا بها أن نزيد فيها ملازمة الصف أي ملازمة صف الجماعة وأن لا نصلي إلا في الجماعة مع ما ذكرنا يعني من من عظم أجر صلاة الجماعة يعني عند الكعبة شرفها الله نعم فإن عزمت على الخروج فطف كما علمت أي فإن عزمت عزمت على الخروج من مكة قضيت مآربك أديت عمرتك تحللت منها أردت أن تخرج فإن عزمت أي على الخروج من مكة فطف كما علمت أي طف كما علمت أي طف توافل الوداع كما علمت أي كما مر معك في توافل قدوم وفي توافل إفاظة تطف سبعة عشوات إلا أن الفرق بين توافل قدوم وتوافل الوداع أن أنك تطوف أنك يعني في الأشوات الثلاثة الأول في طواف القدوم ترمل وهنا لا ترمل يعني في طواف الوداع تصير تصير سيرا عاديا يعني حول الكعبة تطوف حولها سيرا عاديا بخلاف توافل قدوم فإنك ترمل يعني في الأشوات الثلاثة فإن عزمت تفك كما علمت أي كما مر معك يعني من يعني في الطواف توافل الإفاظة وتوافل قدوم قبله نعم وهذا التواف يعني الوداع هو عند الحنابلة واجب في الحج عندهم واجب وعند المالكية مستحب لا يترتب عليه شيء ولذلك الحنابلة أخذ الوجوب من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح في الموطع وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم فليكن حديث بن عباس هذا حديث بن عباس فليكن آخر عهد عهدك بالبيت فليكن آخر عهدك بالبيت إلا أن الله خفف عن الحائض يعني الحاجة والمعتمر عندما يكون في مكة إذا أراد أن يغادر مكة فليكن آخر عهده هو التواف بالبيت أن يتوفى بالبيت ثم ينطرق ثم يسافر مباشرة إلا أنه خفف فيما يتعلق بالحائض فالحائض لا تنتظر حتى تتهر لتتوفى توافل ودعوة إنما يعني تسير إذا صار الركب صارت معه وإن حاضط نعم وسر لقبر المصطفى بآدب وليا دين تجد كل مطلب وسر لقبر المصطفى بآدب هذا الآن يشير النظر رحمه الله إلى أن هذا الحاجة أو المعتمر انتهى من مناسك الحج والعمرة ثم انطلق إلى المدينة ذهب لزيارة المدينة وينبغي أن على ما بادئ ذي بدء والعلم ينفع أن زيارة المدينة أو زيارة مسجد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم لا علاقة له بالحج لا علاقة له بالحج ومن ها هنا يعني يعني يتبين لنا خطأ بعض العوام أو كثير من العوام من الناس إذا أراد أن يحج تقول له يقول اذهبوا لزيارة زيارة قبر النبي زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيارة مكة يعني المدينة أو المسجد النبوي لا علاقة له بالحج لا يدخل في في مناسك الحج لا من قليل ولا من كثير لو سلمنا أن إنسان ما ذهب إلى جدة ثم دخل مكة فحج أو اعتمر وراجع إلى بلاده هل ينقص حج أو تنقص عمرته لا لا أبدا الحج صحيح والعمرة صحيحة لكن فقط من الأداب من الأداب لأنه ليس من الأداب في شيء أن يصل الحج أو المعتبر إلى مكة ثم لا يعرج على مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصلي فيه ويسلم على النبي صلى الله عليه وآله وعلى صاحب إذن فقال يعني إذا خرجت من مكة وذهبت إلى يعني إلى المدينة حيث مسجد النبي صلى الله عليه وآله وحيث يوجد قبر النبي صلى الله عليه وآله هذا قال وسير لقبر المصطفى يعني بأداب وكان على الناظم رحمه الله تعالى قبل أن يذكر القبر أن يبدأ مما ينبغي أن نبدأ به شرعا فإن الزائر للمسجد النبي صلى الله عليه وآله لا يشرع له رأسا أن يذهب إلى القبر وإنما المشروع في حقه والسنة في حقه أن يدخل المسجد بالآداب المعروفة للمسجد بأن يقدم رجله اليمنى ويصلي ويسلب على النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في يعني في أي السنة في عند الدخول إلى أي مسجد ثم يصلي ركعتين أو أن يصلي الفردة إن كانت قائمة ثم بعد ذلك يتقدم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم وإن استطاع أن يصلي هاتين الركعتين في الروضة الشريفة فحسن من غير إذاية ومن غير مزاحمة للناس الآن يعني يصعب شيء يصعب الأمر فإن الروضة الشريفة يعني هي مشرفة ولها قدر عظيم ولها مكانة ولذلك ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة فالمنبر هنا وحجورات نساء النبي صلى الله عليه وسلم هناك فهذه ما بينهما روضة فقط بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة وحوضي فوق منبري عليه الصلاة والسلام إذن من استطاع أن يصلي هناك هاتين الركعتين أصاب وأحسن وإن لم يستطع ففي أي مكان في المسجد ثم بعد ذلك قلنا من السنة بعد ذلك أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هنا بأدب بأدب ووقار واستحذار استحذار الهيبة واستحذار المقام واستحذار ذلك المكان العظيم وذلك الزمان العظيم الذي كان يتردد فيه جبريل بيحي من السماء بكلام رب العالمين يستحذر وهو في بيته أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان كان يستقبل الوحي صباح مساء كانت تنزل فيه الأوامر والنواهي كان جبريل يهبته ليلا ونهارا ينزل بالوحي الغذ الطري ينزل بالقرآن العظيم فأنت تستحذر هذه يعني هذه الأمور كلها وتتقدم نحو القبر الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه بدون غلو وبدون مغالات فإن النبي صلى الله عليه وسلم النهار عن غلو فيه بل قال وهو في الرمق الأخير وهو في سياق مرض الموت ويحذر أمته من الغلو فيه لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فيتقدم الإنسان فيسلم عليه السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله وهكذا أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهادك حتى أتاك من الله اليقين جزاك الله خير ما جاز نبي على قومه ورسول على أمته ثم تتنحى قدر قدر ذراع فقط قدر ذراع على صلى الله عليه وسلم جزاك الله خير الجزاء وكذلك تتنحى أيضا قدر ذراع جهة اليمين وتسلم على عمر والخطاب رضي الله عنه وأرضاه السلام عليك يا عمر السلام عليك أيها الفاروخ جزاك الله على الإسلام والمسلمين خير الجزاء هذا هو فقط ثم من السنة أن تتحول إلى القبلة فتدعو بما فتح الله عليه وليس من الصواب أن تواجه القبر وأنت تدعو لا وهذا ما أشر إليه ما ذكره الإمام مالك رحمه الله تعالى قال ولا أرى أن يتوجه إلى القبر بالدعاء هكذا قال الإمام مالك ولا أرى أن يتوجه إلى القبر أنت متوجه إلى القبر وتدعو لا بل استقبل القبلة لأن عندما تستقبل القبلة يكون القبر يعني خلفك وراء ذري فتستقبل القبلة وتدعو الله سبحانه وتعالى بخيرين الدنيا والآخرة نعم نعم لأن أبا بكر رضي الله عنه وعمر دفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة عائشة رضي الله عنها فهنا هنا لابد يعني نحتاج إلى الفقه أيها الإخوة ويا أيها الطلبة نحتاج إلى أن نتفقى في ديننا فإننا والله عندما نقف في ذلك المقام العظيم نرى أحوالا للمسلمين ونرى تصرفات نابعة من الجهل ومن عدم المعرفة بالدين والتفقه في الدين فمرة حصلت لمسألة هناك يعني أمام يعني أمام القبر وكان قبل صلاة الفجر قديم من هذا الشهادان فلم يكن هناك كثير من الناس فوجدت بعضهم ماذا يفعلون يعني يستعملون أظافرهم في محاولة إزاحة الصباغة ذلك الصباغة اللي مسبوغة به ذلك الشبك ذلك الشبك يحاول أن يفتت هذاك وأن يأخذ شيئا من هذه من هذا الطلاع أو من هذه الصباغة بأظافر لماذا قالك حتى أتبرك به يضعوا في ذلك فقلت هذه الصباغة والله ما رأاها النبي صلى الله عليه وسلم ولا وضع عليه يده ولا أمر بها لا هي ولا هذا الشباب ولا هذا الحديد ولا هذا الصباغة هذا الشي كله رأي الله جابوا ذلك شي من يعني من هذا الذي يبيع مواد الصباغة وهذه مواد الصباغة تخدمت في كوريا ولا في شن ولا في أمريكا أي بركة تريد البركة كل البركة في التزام واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله في الاتباع والخير والشر كله في الابتداء فلابد الإنسان يعني أن يتعلم هذه الأمور نعم فأعلم أن هذا المقام يستجاب فيه الدعاء فلا تمل من طلاب يعني أعلم أن هذا المقام أي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأماكن التي يستجاب فيها تستجاب فيها المطالب وتلب فيها الرغائب وقد مر معنا أن ذكرنا أن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فلا شك ولا ريب أن الإنسان إذا أقبل على الله عز وجل وحاضر الذهن والقلب تائبا نادما فدع الله سبحانه وتعالى فالله حتما بإذن الله عز وجل سيستجيب له وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود يعني يشهد لهذا في سنن أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد يدعو الله في غير إثم ولا قطعة رحم إلا استجاب الله له بإحدى ثلاث ما من عبد يدعو الله في غير إثم ولا قطعة رحم لا يدعو بشر ولا يدعو بقطعة رحم إلا استجاب الله له بإحدى ثلاث إما أن يستجيب له فورا يقول يا ربي العبد يقول لبيك يا عبد يستجيب له أو أن يؤجل له هذا السؤال لا يوم القيامة فيرفع له به الدرجات أو لا يستجيب له فورا ولا يؤجل له ذلك يوم القيامة وإنما يرد عنه مصيبة أو جائحة كانت قادمة إليه فيردها بسبب ذلك الدعاء فحتما ربك سبحانه وتعالى سيستجيب لك إذن فأكثر من الدعاء وأخلص في الدعاء وادعو في ذلك المقام وترضى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزور البقيع وترحم يعني عن الصحابة فإن بالبقيع ما يقارم عشرة آلاف صحابي في مقبلة البقيع الغرق عشرة آلاف صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم خير رجال الدنيا خير خلق الله بعد أنبيائه ورسوله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فهذا المكان له هيبته وله مكانته وله تأثيره في نفوس يعني الإنسان ميزانه سبحان الله هناك فإذا وصلت مكة وتحديد أن إذا وصلت المدينة ولم يتحرك شيء في قلبك ولم يتغير شيء في سلوكك ولم تشعر بخشوع ولا بخضوع ولا بتغير فبكي أمام الله حتى يصلح قلبك فإنه لا قلب لك كيف يعني يعني تقف مكان كان يأنزل فيه الوحي تقف في مكان كان يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويأم فيه الناس ويخطف فيه الناس تقف في مكان بجوار بيته وبجوار قبره وجوار صحبيه وجوار الباقية حيث يرقد عشرات عشرات آلاف من الصحابة ولا تتأثر مسألة مسألة تحتاج إلى أن تراجع نفسك نعم وسل شفاعة وقت من حسنا وسل شفاعة وختم حسنا نعم وسل شفاعة وكان يعني الناظر رحمه الله تعالى الأولى أن لا يعني أن لا يعني يذكر هذا الأمر بهذا يعني بهذا بهذا الإطلاق لأن عندما نقرأ وسل شفاعة والسياق سياق ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه ولقوف على قبره يفهم منه أن الشفاعة تسأل من النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب القبر من النبي عليه الصلاة والسلام والأمر ليس كذلك الأمر يحتاج إلى تحرير يحتاج إلى تحرير لأن الشفاعة تسأل ممن يملكها والنبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي والناس أجمعين لا يملك الشفاعة الذي يملك الشفاعة هو رب العالمين قل لله الشفاعة تجمع الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك الشفاعة والشفاعة ما هي الشفاعة الشفاعة هي مقابل الوتر فإذا كان هناك واحد وظفت إليه واحدا سمي شفعا فلذلك نقول نحن صلاة الشفاعة أي نشفع الصلاة ثم نوتير نأتي بواحدة والشفاعة هناك شفاعة باطلة وهناك شفاعة صحيحة الشفاعة الباطلة هي ما يتعلق أو ما كان يتعلق بها المشركون من من يعبدونهم وهذه الشفاعة باطلة لا تنفعهم لذلك قال الله عز وجل عنهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين والشفاعة الصحيحة هي التي تكون للنبي صلى الله عليه وآله وسلم هي شفاعة كثيرة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن يشفع والصيام يشفع والصلاة تشفع والصلاة تشفع والوالدان يشفعان والعلماء يشفعون والمجاهدون يشفعون الشهداء يشفعون لكن شفاعة لا تسأل إلا من الله فتصحيح العبارة بدلا أن نقول يا رسول الله إني أسألك الشفاعة يا رسول الله شفع فيها لا ليس هكذا الأمر ليس هكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها وإنما نطلب الشفاعة من الله فنقول اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم أو اللهم إني أسألك شفاعة نبيك عليه الصلاة والسلام تسأل الله عز وجل وهذا من الأدب مع الله لأنك تسأل شيئا لا يملكه إلا هو سبحانه وتعالى ولا تكون الشفاعة ولا تصح إلا بشرط الشرط الأول أن يأذن الله للسافع أن يشفع والشرط الثاني أن يرضى عن المشفع له لا بد من هذين الشرطين ويستحيل أن تكون شفاعة من أي مخلوق إلا بهذين الشرطين رضا إذن الله للشافع أن يشفع ثم رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفع له وهذه القاعدة القرآنية عندكم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا زيد إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء زيد ويرضى إذن ورضا وكلاهما من الله الذي يملك الشفاعة لا من غيره وكم من ملك في السماوات الملائكة كلهم لا يملكون الشفاعة والبشر كلهم ليس هناك ملك مقرب ولا نبي مرسل يملك الشفاعة الذي يملك الشفاعة هو رب العالمين سبحانه عز وجل وهو الذي يأذن لمن يشفع أن يشفع وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن ياذن الله لمن يشاء ويرضى الإذن يأذن هذا قل يشفى المشفوع له يرضى عنه الله لا إله إلا الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه وتعالى من ذا الذي يتجرى فيشفع بين يدي الله سبحانه وتعالى دون إذنه ودون رضاه ولذلك عندما نرجع نرجع إلى حديث الشفاعة الطويل ماذا نجد فيه وهذا رواي يعني أصحاب الكتب الستة والمسانيد ماذا فيه أن الشفاعة العظمى التي انفرد بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في عراسات يوم القيامة فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوائم العرش فيسجد عندما يطلب منه أهل الحشر أهل المحشر أن يشفع لهم عندما يشتد بهم الكرب تنزل السماء تنزل وتدن الشمس على رؤوس الخلائق حتى لا يبقى بينها ومنهم إلا مين فيذهب الناس يعني والناس يختلفون في عرقهم منهم يصل عرقه يعني إلى ساقي ومنهم إلى ركبتي ومنهم إلى حقوي على نصفه ومنهم من يلجمه العرق سأل الله لنا ولكم العافية فيذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أنت الذي خلق أنت أبونا وأنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحي وأسجد لك ملائكته أما ترى ما نحن فيه هكذا ألا تشفع لنا عند ربنا ألا تشفع لنا عند ربنا فيقول لا اذهبوا إلى نوح أول رسول إلى أهل الأرض أيضا يقول لا اذهبوا إلى إبراهيم اذهبوا إلى فلان إلى الأنبياء إلى المرسلين اذهبوا إلى عيسى حتى يذهبوا إذا ذهبوا إلى عيسى قال لهم عليه الصلاة والسلام لست لها اذهبوا إلى رجل قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم أنا لها أنا لها لكن لا يقول لهم أنا شفعت لكم صافي لا وإنما يذهب كما في الحديث فيسجد قال فآخر ساجدا فأسجد تحت قوائم العرش فيقول الله سبحانه وتعالى يا محمد عليه الصلاة والسلام ارفع رأسك أي اليوم ليس يوم سجود ولا ركوع ولا عمل اليوم يوم الجزاء ارفع رأسك وسل تُعطه أي اسأل ما ما تريد أعطيك إياه وسل تُعطه واشفع تشفع هذا ما معنى هذا إذن بالشفعة آذن له في الشفعة واشفع في أهل المحشرة تشفع فلابد من إذن الله سبحانه وتعالى والشفاعة يعني الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أقسام هي أنواع مش شفاعة واحدة عند هذه الشفاعة تسمى الشفاعة الكبرى للمسلمين وغير المسلمين لأهل المحشرة جميعا ليفصل الله عز وجل بينهم وهناك شفاعة أخرى لأهل الكبائر من أهل الأمة الذين يدخلون النار ثم يخجهم الله عز وجل بما عندهم من الإيمان فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل الجنة ثم يشفع لأهل الجنة ابتداء أن يدخلوها فإن الجنة تكون موصدة الأبواب مغلقة الأبواب فيقول عليه الصلاة والسلام فأكون أنا أول من يحرك حلاق أبواب الجنة أول من يترق أبواب الجنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول الخزنة خزنة الجنة من فيقول محمد صلى الله عليه وسلم فتقول الملائكة بك أمرنا أن لا نفتح لأحد غيرك أي أمرنا أن لا نفتح لأحد غيرك فيشفع لهم فيدخلون الجنة يدخل أهل الجنة ثم من شفاعته عليه الصلاة والسلام أنه يشفع لبعض أهل النار فيخفف الله عنهم العذاب وهذه خاصة في عمه أبي طالب قال له العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم إن عمك أبا طالب كان يحطك بالعناية والرعاية يعني 40 سنة ويدافع عنه لكن سبق أقول الله عز وجل وقدر الله أن لا ينشرح صدره للإسلام فمات على الشيخ قال هل لا نفعت عمك بشيء الذي كان يحطك بالعناية والرعاية يدافع عنك ويعادي يعني من عاداك هل لا نفعته بشيء قال أجل لقد خفف الله عز وجل عنه بسبب تلك المناصرة فوضعت جمرتان تحت قدميه يغلي منهما دماغه نصى الله لنا ولكم العافية هذا أخف أهل النار يوم القيامة رجل توضع جمرتان تحت أخمص قدميه فيغلي منهما وبأثرهما دماغه في عصيه نصى الله لنا ولكم العافية نعم وسل شفاعة وقت من حسن وسل شفاعة في ذلك المقام العظيم اسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشفع فيك القرآن العظيم الذي أنزله عليه وسل ختم حسن ايسأل الله سبحانه وتعالى يختم لك بالخاتمة الحسنة فإن خير الأعمال خواتيم ان الأعمال بالخواتيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لك بالخاتم الحسنى نعم والخاتم الحسنى بأن يثبتك الله بالعمل الصالح وأن يثبتك بالقول الثابت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة والقول الثابت بأن شهد أن لا إله إلا الله عند خروج الروح وفي الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أي إذا انتهيت من حجك وعمرك عمتك وزيارتك واستمتعته وتمتعته فعجل الأوباء لأن الإنسان عادة إذا انتهى وأخذ غايته ومأربه فإنه يستعجل الرجوع يرجع وخاصة أن خلفه عيالا وخلفه أهلا ينتظرون عودته فعجل الأوباء وادخل ضوحا واصحب هدية السرور للأقارب ومن بك يا دور وادخل ضوحا أي لا تدخل ليلا هذا فيه شيء من التفصيل يعني الآن لا بأس بأن تدخل ليلا أو نهارا لأن العلة في هذا ما هي لا تدخل ليلا وادخل ضوحا قال وادخل ضوحا لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يترق أهله ليلا أن يكون مسافرا ثم يرجع ولا يعرف أحد برجوعه حتى يدخل على أهله على أهل بيته فيفاجئهم وهذا منهي عنهم كان عليه الصلاة والسلام كما جاء في مطال إمام مالك وعند الترمذ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مسافرا رجع فبات إذا كان وصل على المشارف المدينة ليلا يبيت في ذي الحليفة في وادي ذي الحليفة يبيت هناك حتى الصباح ثم يدخل المدينة لماذا قال لك عندما تأتي ضوحا الناس يرونك ثم بارك الله فيكم من العادات الجميلة التي كانت عندنا في المغرب وإلى وقت قريب أنا أدركتها كانت جميلة جميلة جدا وهي أن الناس كانوا يفرحون بالحاج إذا رجع وهذه مستحبة بل جاء الأثر في أن سيد بن حضير كان إذا ذهب الحجاج من المدينة إلى مكة يخرج بصبيان المدينة فيستقبلون الحجاج إذا رجعوا من مكة فراحا بهم فكان فيما مضى عندنا إذا جاء الحاج لا يذهب رأسا إلى بيته وإنما تستقبله الجماعة عن بكرة أبيها الجماعة عن بكرة أبيها وكل بيت من بيوت الجماعة القبيلة يضعون أعلاما كل بيت يضع راية أهله يضعون راية فوق سطح البيت فوق سطح البيت فإذا جاء اليوم المعلوم الذي سيصل فيه الحاج خرجت الجماعة ذلك اليوم لا شغل فيه لا عمل فيه الكل يتعطل فيخرجون رجالا شيبا وشبابا والنساء كابرت في السن فوق المئة فوق المئة وكله لابسات لباس لباس جميل لباس طيب بأهازيج فيستقبلون الحاج جميعا فإذا استقبلوه جاءوا معه بالأهازيج إلى أين ليس إلى بيته لا يذهبون به أول إلى المسجد إلى المسجد جماعة وكله معروف فإذا وصلوا إلى المسجد صلى الحاج هناك لم تكن صلاة الفريضة صلى ركعتين ثم من هناك يذهبون به إلى بيته هذه من ورائها بارك الله فيكم مغزى عميق جدا منها يعني أن الناس كانوا يعني ينظرون إلى هذه العلة أن الحاج أو الغائب عموما لا ينبغي أن يطرق أهله يفاجئهم لأن المرأة الزوجة في غالب الأحياء لما كان الحياة وكان لا حلوة ولا قوة إلا بالله كانت المرأة إذا خرج زوجها يعني تفرط في نفسها لا تعتني بنفسها لا تمتشط ولا تغتسل ولا هذا يعني ترى أنها ليس هناك ضرورة لذلك فكريها لها الشرع أن يدخل عليها زوجها وهي على تلك الحالة فأمر الزوج أن لا يفاجئ زوجته حتى لا يرى منها ما يكره فلذلك قال وادخل ضوحا أي ادخل في النهار والناس يشوفوك وتستعد هذه المرأة لاستقبالك وادخل ضوحا زيد واصحب هدية السرور هذه الهدايا التي ينشغل بها الحجاج ويعطونها أكثر من وقتها لا كما قلنا لأن ماذا يقع الآن وقاتلنا في الحج هذا الذي يذهب إلى الحج إلى الحج بدل أن ينهمك على يعني على النسك حتى ينتهي منه يبدأ بشراء الهدايا وفي بعض الأحيان ينتهي ما عنده من المال وما عنده من الدراهيم وقد يترتب عليه ترتب عليه فيديا أو شيء من ذلك فلا يجد ما ما يقومه وما يصح به حجه ولكن نقول ابدأ بمناسك الحج أو العمرة فإذا انتهيت في اليوم الأخير أو اليومين الأخيرين ادخل إلى السوق اشتري ما شئت من الهدايا واصحب هدية السرور لأنك إذا فرحت أنت بحجك وبعمرتك وفرحت بتوفيق الله لك أيضا فإن أهلك في بيتك يفرحون برجوعك ويفرحون بما تحمله لهم من هدية من هدية وليس شرطا أن تكون هذه الهدية غالية السمان وإنما هي لها رمزية وإن لها رمزية فقط يفرحون بها نعم فأدخل بحجك واصحب هدية الصرور إلى الأقارب إلى الأقارب ومن بك يدور إلى أقاربك أبيك أمك زوجتك إخوانك ومن يدور بك من تلامذتك ومن شيوخك من جيرانك وهذا ما فتح الله عز وجل به علينا في شرح هذه المنظومة الفقهية ويبقى بعد هذا إن شاء الله عز وجل أن نرى هل نستمر فيما تبقى من الأبواب التي تخص الزهد والتصوف إن شاء الله عز وجل سنرى بعد ذلك مع إخواننا أقول قولي هذا وأستغفر الله أهلي ولكم أسأل الله